اشتركوا في القناة اذا انتهيت من سجارة دخنتها خلص منها هل تقول الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني او الحمد لله على الاقل قال طبعا لا قال طيب اذا انتهيت من السجارة ترميها وتدوس عليها برجلك صح قال نعم قال الاكل لما تاكله ما بقي من طعام تدوس عليها برجلك قال طبعا لا قال عرفت الفرق بين النعمة وبين النقبة بين الطيب وبين الخبيث عرفت الفرق بين الحلال وبين الحرام ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الله ارسل الرسل لأجل ان يعلموا البشراء هذا الامر ان يحلوا لهم الطيبات وان يحرموا عليهم الخبائث لكن بعض الناس مصر الا على الخبائث هل تصدقون طبعا مئات الالاف من القتلى في بعض الدول الملايين من القتلى في البشرية كلها بسبب الدخان هل تصدقون ان ثمن علبة السجائر في البلد المصنعة لها تساوي نصف او ضعف ثمنها عندنا في الدول المتخلفة شن يعني تصنع هناك عندهم جمارك نقل شحن بيع عندنا ومع هذا عندنا تساوي نصف سعر باكيت السجائر عندهم ليش وهم يرفعون الاسعار علشان ما احد يشتري ودولنا ما شاء الله عليها تسهيلات حق السجائر علشان الناس يخدرون البشر بهذا الدخان عشان ما احد يكون فاضيلهم خلهم ميتين به السجائر ولهذا تدخل في بعض القرى اللي دمار اقتصادي عندها وجوع وفقر تلقى الواحد من سجارة الى سجارة شفيك الحين لو الواحد فينا الواحد فينا لو طلع دينار او ريال او درهم اي فلوس في بلده طلع فلوس وولعها بالولاعة شا تقولون عنه مجنون حرام نهر رسول الله عن اضاعة المال هذا حرام في شرع الله طيب هذا الذي يحرق ماله بالسجائر ويحرق رئته ويحرق صحته اليس بحرام ما في شك انه حرام لكن للأسف للأسف لا زال بعض الناس يكابر ولا زال بعض الناس يسوف التوبة سوف نذكر لك ايضا بعض القصص عن الدخاني والمدخنين وكيف تتوب من هذا البلاء خلكم وايانا لكن بعد الفاصل عرفت طريقي المشكلة في الدخان المشكلة في الدخان ان بعض الناس يفتلي به وهو صغير في السن رفقاء السوء كان في المدرسة او في حي من الاحياء او في مجلس معهم شجعوه شجعوه خذ دخن الا استبي رجل تبي تصير رجل ضع دخان في فمك او بعض الصاحبات علمنا صاحباتهن على الدخان جربي مرة بس مرة فان الرجال حبون على النساء وشوفي فلانة تدخن وانظر الى فلانة تدخن والشباب يحبون هذا الامر وهذه فيه اثارة ضحكوا عليها خدعوه وخدعوها وبدأ منذ الصغر وتعلم والمصيب ان النيكوتين فيه ادمان وفيه ضرر يضر الجسم مباشرة يضر الجهاز التنفسي يضر القلب يسبب امراض الشرايين دعك من سرطان الفم سرطان الحنجرة سرطان المريء سرطان الرئة انواع من السرطانات كلها بسبب الدخان اما الجلطات والذبحات الصدرية وغيرها من امراض القلب التي تؤدي الى الوفاء فهذه باعداد خيالية وكم سبب الدخان من امراض في الربو والسعال جعلت كثيرا من الناس لا ينامون الليل هو بس هو يؤذي حتى اولاده يؤذي حتى زوجته حتى ان رجلا يقول عن نفسه كنت ادخن كل يوم من ستين سجارة كل يوم شوفوا تخيلوا يقول عشرين سنة وانا ادخن منذ صغري يقول تزوجت يقول وزوجتي تشجعني على ترك الدخان لكنني مصر يقول انجبت طفلا يقول وفي يوم من الايام كان عمر طفلي سنة ونص يقلدني الطفل بهالعمر يقلد والدة يقول شفته جاي بصحن وجاي بقلم حاط القلم بفمة ويمسكه مثل الدخان ويضرب فيه في الصحن مثل ما افعل انا بالطفاية قلت لأش تسوي بده يضحك الطفل وقلدك قلت له هذا غلط لا تقلدني بالغلط استغرب الطفل ما يفهم يقول فتى فتى يعني تهاوشت مع زوجتي وصارت نجرة في البيت ومشاكل بسبب تقليد ابني لي قلت لها اذا جئت الى البيت وارت ان ادخن احبس الولد بالغرفة يقول وفعلا مرت الايام كل مااتي للبيت وولع السجارة الزوجة تجي تاخذ الولد وتوديه بالغرفة عشان يلعب فجاءتني زوجتي جوما من الايام قالت لي نحن نحبك وابنك يحبك ينتظر عودتك من العمل او من الديوانية ينتظرك بفارغ الصبر فاذا جئت الى البيت حبسته بالغرفة ومنعته عنك الا تخاف الله الا تتق الله ابنك يحبك انا احبك تحرم ابنك منك وزوجتك منك لاجل ماذا لاجل سجارة يقول فكرت بهذا الكلام مليا وعلمت والله ان السجارة حقيرة فكيف تمنعني عن ابني بهذا العمر كيف تمنعني عن زوجتي واهلي يقول منذ ذلك اليوم قررت قطيعتها وفعلا كسرت كل ما معي واعلنتها توبة لله عز وجل من اجل ابني من اجل زوجتي من اجل بيتي ومن تاب تاب الله عليه يقول منذ اعلاني تركها الى اليوم مضت لي سنوات بحمد الله ما وضعتها في فمي مرة اخرى من تاب تاب الله عليه اتعرف ايها الاخ الحبيب اتعرف ايها المدخن انك اذا دخنت اربع سجائر فان من بجنبك كأنه دخن واحدة يعني لو ان الواحد منه في بيته مع اولاده دخن عشرين سجارة كأن اولاده دخن خمس سجائر يوميا ترضى ان ابنك الصغير يدخن هذا تدخن سلبي اشد حتى من الدخان نفسه انت لما تدخن تدخن بالفلتر لكن تخرج معه ثاني كسيد الكربون والغازات السامة وتخرج بدون فلتر وتدخل في جوف ابنائك ورئاتهم اما تخاف الله فيهم الا تحبهم يا عبدالله اتود لو سمعت يوم من الايام ان ابنك مصاب بالربو او رئته قد تلوثت او اصابه مرض من الامراض المزمنة وانت السبب ترضى بهذا لو رأيت ابنك يوم من الايام صار عمره دعش اثنائي السنة خلسة سرق اموال او اخذ شيء من سجائرك وذهب في الفناء البيت او اختبأ في الحمام او في السطح واخذ يدخن لو اكتشفت هذا الامر ترضى وما عذرك اذا عاقبته يا ابي انت تفعله